أهلا بكم مشاهدين الكرام ما زالت الاعتداءات والقصف الإسرائيلية على قطاع غزة مستمراً وسط جهود مصرية متواصلة لوقف عملية التصعيد في القطاع مع تصاعد الإدانات العربية والدولية الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرص مصر على مواصلة دورها الإيجابي بشأن ما يحدث في قطاع غزة من خلال اتصالاتها مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية مشيراً إلى أن مصر تعمل مع شركائها من أجل استعادة السلام واستقرار بقطاع غزة هذا وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضاً أن مصر تجري اتصالات على مدار الساعة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة في القطاع هذا وأوضحت مصادر مسؤولة أن الاتصالات ترتكز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وأن مصر تمارس دورها القيادي التقليدي في الأزمات ولا تقبل المزايدات وهدفها استمرار الهدنة واستقرار المنطقة وحماية مقدرات السلام من جانبها ثمنت الخارجية الفلسطينية الجهود المصرية المبذولة لوقف العدوان والتصعيد الإسرائيلية مطالبة المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها فوراً كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إدانات عربية عدة وجهت لإسرائيل جراء الاعتداء على غزة داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة بدورها أعربت عن قلقها البالغ للتصعيد في قطاع غزة داعية جميع الأطراف إلى تجنب مزيد من التصعيد أما الاتحاد الأوروبي فقد دعا إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد في غزة وتجنب سقوط المزيد من الضحايا وشدد المتحدث باسم المنصق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على ضرورة بذل كل الجهود لمنع نزاع أوسع نطاقا إذن مشاهدين الكرام كان هذا عرضا موجزا عن أبرز تطورات القصف الإسرائيلي على غزة والجهود المصرية المتواصلة لإقاف التصعيد شكرا لكم على طيب المتابعة